نفصيل كابتن بعد ما اخد المهندس شريف العريان سكرتير لجنة القرومبية ورئيس الاتحاد الخماسي الحديث اهلا بك يا فندي 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 ننورنا في قناة الاهلي الله يشديك وعايز ابركلك طبعا على الانجاز اول مرة ناخد مركز ثالث في العاب السلاة حاجة جميلة جدا والف الف مبروك اه الف مبروك النهاردة النهاردة الحقيقة ما فينا في المباراة كانت مباراة رائعة يعني وكمباك طويلة الحقيقة رجوع من 3-0 هزيمة بفوز 5-4 فدي كان أكثر من رائعة الحقيقة ده أنا أقول مرة أعرف المعلومة دي بصراحة يعني كومباك فعلا 3-0 دي نتيجة كبيرة جدا إننا هنرجع ب5-4 أعتقد أن حاجة جميلة جدا 5-4 وحايت بكبتلاع بالأرجنتين في الأرجنتين وآخر فرصة ليهم في ميديليا بعد ما اتغلبوا من البرازيل في 2-3-2 يعني ده أنا كان مراء جبارة إننا حوالي 10 مطرين في الأستاذ فأكثر من حمثالات متفرج يعني فالحاجة رائعة يا جو رائعة طبعا طبعا ألف ألف مبروك ويرب دايما كده مزيد من الانتصارات يعني أقول لي كنتم متوقعين نحن حقق مداليا في ألعاب الصلاة بشمهندس ولا كنت شايف الموضوع إزاي اللجنة المبينة المصرية كانت متوقعة على ألعاب الصلاة في المركز الرابع قبل السفر الرابع يوضة طبعا يوضة وارد مكتة ما تحققش المركز ذا وحقق أستم منه أكيد نحن كنا متخيلين أن التصنيف منتخبنا يطلع تاني على المجموعة بعد الأرجنتين يقابل البرازيل في سيني فاينل ويبقى ما تستعب الحقيقة ويطلع الرابع الحمد لله أن هم سلو أول المجموعة والأسواق قسم من روسيا كما تستعب الحقيقة إنما نشرفونا بالميديلية البرازيلية وأول ميديلية أولمبية لطرة القدر في الثاني إحنا كده هنتمع بقى في بطولة العالم اللي جاية في توكيو إن شاء الله إحنا حقق مركز أنتوا طمعتونا كده طبعا توكيو توكيو مهم جدا إن احنا نعيش منتخب شوي غريب بأداد جيد جدا عشان ينافس حقيقة مش عشان يتقاهد أكيد الصياد التأهلية حالتون في مصر فدي برضو حاجة حاجة سهلة مشوارة عن رينا إن شاء الله في التأهل إنما إحنا عن نفسينا طبعا نشوفهم موجودين وإيه إيه اللي حصل يعني إن ترجع بعد 3-0 أعتقد نتيجة كبيرة جدا إن ترجع بخمسة يمكن الرعبة يمكن الرعبة في الأول كتواخد الأولاد الشؤية أول ما أحرزه أول هدف الحقيقة انطلقه يعني طلقه روح المصريين حقيقة والمصري لما بتحطه في سيتيوائشن كده إن هو يعني المريليا وضيبة الحقيقة بيطلع كل اللي عنده مقلوق رعب الخديدا كام موفق وشاكل جيد جدا يا رب دايما بتحفزوه ما بشوهندس بقى ولا إيه قولي تحفيز المعناوي والمد لا يعني هم الحقيقة طبعا الجهاز اللي معاهم جهاز على أعلى مستوى بخير الكامل السلام والولاد منتجلين جدا ولاد حايلين أكثر أكثر من حايلين حقيقة خلقا ومهاراتا وكل حاجة فستنقونا من عد الحمد إن شاء الله لما ترجعوا إن شاء الله أنا أصدفكم أنا في القناة بقى نعمل لكم احتفال ياريك بالمداليا البرونزية حاجة جميلة جدا هترجعوا عندنا إن شاء الله بشوهندس في جزء من البقس هيرجع النهاردة بعد الإداريين والمجاربين يوصل للصاهرة فجر يوم الزب والغالبية العظمة من اللاعبين ومجاربين ورأيه للبقس هيرجعوا إن شاء الله بكرة يتفروا بكرة لأنه هده في حالة اختام ساعة 7 مساء بتاويض الأرجنتين يوصلوا إن شاء الله يوم 21 للصاهرة يوم الحد في فجر كيجو بالسلام إن شاء الله كم مداليا كده مصريها بشوهندس كده في المداليات المحتر في جدول المداليات أحرازنا 12 مدالية 2 دهب الثلاثة الثلاثة دهب 2 فضة و7 برونز وفي الزوجي أو زوجي المخصنط والسرق اللي ما تستفش فيه جدول المداليات أحرازنا 6 مداليات يا رب مزيد من الانتصارات وإن شاء الله يعني تنورونا وتشرفونا هنا نحتفل بيكو وإن شاء الله في دورة الألعاب القادمة إن شاء الله نحقق مزيد من مداليات وإن شاء الله إسم مصر ترفعوه على أديكو شكرا جدا مهندس شريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث شكرا جدا وألف ألف مبروك لكو